بسم الله الرحمن الرحيم نواصل من قطع من حديث عن تطور السلوك التنظيمي وكنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن النظرية السينوسات لدوغلوس ماك جرجوري اليوم إن شاء الله نتحدث عن المدرسة السلوكية وتحديدا عن هارم ماسلو لرائده جراهام ماسلو وذكر ماسلو أن الحاجات الإنسانية هي خمسة حاجات تتدرج في صورة هرم أو سلم وتأخذ هذا الشكل الهرمي وتتدرج من أسفل الهرم إلى أعلى الهرم وذكر ماسلو أن الحاجات الإنسانية الأساسية هي أولا الحاجات الفسيولوجية ثانيا الحاجات الأمان ثالثا الحاجات الاجتماعية رابعا حاجات التقدير والاحترام وأخيرا حاجات تحقيق الزاد وذكر أن الإنسان يبدأ بإشباع الحاجات في أسفل الهرم ثم ينتقل إلى الحاجة التي تليها في الترتيب ثم ينتقل إلى الحاجة التي تليها ثم بعد إشباعها ينتقل إلى الحاجة التي تليها وهكذا والحاجات الفسيولوجية تشمل هذه الحاجات حاجات الأكل والشرب ثم بعد إشباع حاجات الأكل والشرب ينتقل الإنسان إلى إشباع حاجات الأمان فالحاجة الغير مشبعة تمثل دافعا للإنسان ومحركا له لذلك سمي بهرم أو سل ماسلو للحاجات الإنسانية وذكر أن الحاجات فعال الهرم هي حاجات لا نهائية باعتبار أن الإنسان يسعى إلى إشباع جميع هذه الحاجات بهذا التدرج إلى أن يصل إلى الحاجات اللانهائية التي يتساوى فيها جميع البشر لأنهم قد يختلفوا في الحاجة الأولى قد يختلفوا في الحاجة الثانية ولكن الحاجات فعال الهرم نجد أن الجميع يشترك فيها أو يكون بحاجة إلى تحقيق ذاته والوصول إلى رسالته السامية في هذه الحياة وأشكركم إلى حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته